متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن نموذج جديد من شركة بايدانس لانتاج الصور بالذكاء الاصطناعي والتعديل عليها وفهم الصور ايضا يعني انت ممكن ترفع اي صورة وتطلب منه انه هو يشرحك ايه موجود في الصورة او يديك النص بتاعها اللي هو الامر وكمان النموذج ده مفتوح المصدر ولكن النهاردة احنا هنختبره من خلال الديمو الخاص به هو موجود على هاجينج فيس لو حبيت ان انت تبص عليه والورقة البحسية ولو عايز تعرف عنه اكتر بتفاصيل اكتر تقدر تتابعنا على قناة انفو تيك فوريو شرحة كل حاجة عنه في اخر فيديو نزل النهاردة لكن النهاردة انا جاي اركز على انتاج الصور وعمل ايدت على الصور بانواع مختلفة من الستايلز يلا بينا مترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية مع باجل.اي حط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو علشان نختبره فيه توليد الصورة وايضا فيه التعديل على الصورة على هاجينج فيس فيه سبيسز كتير تقدر انت تجربوا من خلالها ولكن بيحصل فيها ايرور فالافضل ان انت تجربوا على الديمو ده فيه نوعين من الاوتبوت ممكن وده بصراحة غير جيد يعني انا اختبرته على انفو تيك فوريو تقدر تروح على هذه القناة حتلاقيه شرح الجزء ده بالتفصيل انا هنا النهاردة هاختار الامج اوتبوت وفيه عندك الثينك مود وعدم تفعيل الثينك مود لو انت فعلت الثينك مود هيبتدي فكر وياخد وقت اكتر فيه عملية الانشاء وهنا بالنسبة للبراميترز انت بتقدر تتحكم في الاوتبوت ريشيو الخاص بالصورة يعني الطول والعرض بتاعها سيب كل حاجة زي ما هي يعني بصراحة انا ما جربتش ان انا اغير في الحاجات دي يعني هو طبعا الديفولوبر بيغير لما بياخد نموذج زي ده وبيعمله انتجريتد داخل التطبيق بتاعه ولكن هنا انت تقدر تعدل في الوث والهايت عايز الطول قد ايه والعرض قد ايه هنا اخلي 16 لتسعة وهنا هبتدي احط اول امر معي باختبره في الرياليستيك في الصور الطبعية البرتري وهبتدي هنا ادوس انتر ونفعله الثينك مود وحنشوف النتيجة مع بعض بياخد وقت شوية في انتاج الصورة ولكنه زي ما انت شايف كده مجاني هتقدر استخدمه زي ما انت عايز حتى الان هذه النتيجة الخاصة بالصورة زي ما احنا شايفين الصورة الجودة بتاعتها جيدة وايضا التفاصيل فيها كويسة مش بطالة طبعا انا شايفة اننا ساعات هذا النموذج بيغلط فيه التفاصيل الخاصة بالصورة نفسها يعني مش تفاصيل الشخص نفسه بس ساعات بيكون فيه حاجات لازم نبقى مركزين فيها نوعا ما ولكن زي ما انتوا شايفين الصورة كويسة بتظهر الجزء المتعلق بالسكن تيكسشر بالنسبة ليه الرينكلز التجعيد بتاعت الوش الشخص الدبس العمق بتاع الكاركتر الرئيسي وده طلبته فيه الامر زي ما قلتلك الامر ده انا دايما بستعين بشاة جي بيتي بقول لي شاة جي بيتي يديني اوامر اقدر ان انا اعمل بها او اقيم نموذج ذكاء ستايل بيستخدم في انتاج الصور فبيبتدي يديني ستايلز مختلفة يديني مثلا رياليستيك ستايل زي اللي انتو شايفينو بورتريه ودلوقتي معاك هختبر سينيماتيك سين اشوف فيه الاداقة هنا هنبتدي نحط الصورة بتاعتنا يفضل ان انت في كل مرة تعمل نيو كونفرسيشن الا لو انت هتعمل ادت على الصورة واحنا هنجرب دلوقتي مع بعض الادت ولكن دعونا الاول نشوفه ايضا في ريني سايبر بانك سيتي ستريت في نيون ساينس يبقى فيه زي رصيف كده مبلول او فيه مية احنا عايزين نشوف الرفلكشن عايزين نشوف اللايتنج من خلال هذا المشهد تم انتاج الصورة الصورة حلوة الالوان الرفلكشن الرصيف ويت زي ما احنا شايفين مبلول زي ما احنا شايفين ريني وذر طقس الشتائي ممكن اعمل ادت على الصورة منجرب كده موضوع الادت ممكن اقول له remove people from the image حاولوا شيل الاشخاص من الصورة وبتدي دوس enter لو بصينا على الصورة بعد ما عمل remove هو عمل remove للاشخاص اللي ظهرين الاربعة اللي موجودين قدام مش موجودين حافظ على الصورة زي ما هي الاصلية شايفها واحد يعني مفيش اي تغيير حصل وهنا قوة النموذج في الجزء المتعلق بالادت ان هو ما يمسش بالصورة الاصلية لما يجي يعمل ادت فهو الى حد كبير جيد في هذه الجزئية تعال نجرب معي حاجة تانية خد بالك لما تيجي تعمل صورة تانية من الافضل ان انت تعملها في conversation لان هو ممكن يفهم ان الصورة التانية تعديل على الصورة الاولانية فلازم تفتح محادثة لوحدها هنا عايزاه يعمل لي صورة لكات ولكن فيه style van Gogh فهنا انت بتجربه او بتعمله اختبار في الارت ستايل الخاص به van Gogh طبعا انت ممكن تفعل think mode وممكن ما تفعلش think mode يعني ممكن نشوف الفرق ما بين الاثنين في التفعيل ولكن زي ما انت عايز ده وانت مرتاح ان انت تفعل think mode فعل think mode مش مرتاح مع تفعيل think mode انت اللي بتحكم من خلال النتيجة اللي انت بتحصل عليها دي النتيجة ال van Gogh art زي ما احنا شايفين او style art تقدر تقف على الصورة وتعمل save image as وتبتدي ان انت تخزنها على جهازك لان ما فيهاش الايكون بتاعة download مش موجودة زي ما احنا شايفين دي الصورة بالfull screen جودة بتاعتها جيدة جدا ممكن نعدل ان احنا نعمل change للكات ممكن اقول له place a cat with a bobby هروح للparameters اضبط هنا علشان يطلع معاك ال tool والart هنا فعلها فهنا ممكن ان انا خليها 16 لتسعة وحبتدي ان انا دوس enter هذه النتيجة بدلي بدل الكات ببي بس انا حاست ان الببي مش واخد الart بتاع van Gogh احتفظ الى حد ما بالتفاصيل لان انا هنا مستخدمة الابعاد 16 لتسعة عشان كده هو قطع من الجزء اللي فوق لكن الصورة الاصلية زي ما هي مفاش اي حاجة هي بس عشان الابعاد هنا 16 لتسعة وهنا الابعاد بتاعت الصورة الاصلية واحد لواحد ولكن الart يعني ده الببي ده مش يعني هو حطولي ببي انا حاسة ان هو قريب من realistic اكتر يعني فانت ممكن ترجع تقول له غير ال style بتاع الببي الى van Gogh ممكن يزبط معك تعالى نجربه بقى في creativity عايز اشوف موضوع creativity هروح افتح محادثة جديدة وابتدي احط هذا السين المفروض انه هو يعني فيه نوع من انواع الكرياتيفيتي جايبة طبعا من الشات جي بي تي وحفعل مرة دي think mode وهنا هخلي الريش واحد الواحد 18 ل18 مثلا يعني واحد الواحد بشكل عام هبتدي ادوس enter ونشوف النتيجة مع بعض ادي النتيجة الخاصة بالسين اللي طلبته اللي فيه creativity realistic dragon made of clouds soaring over a glowing alien jungle هو حاجة كده خيالية موجودة في jungle خيالية في two moons هو اعطاني من واحد يعني under two moons مش عارفة الموني التاني فين يعني هي من واحد بس وزي ما احنا شايفين كده اللي هو يعيش الغراب موجود حواليه بيودي بألوان كده new light زي ما احنا شايفين والنتيجة كويسة نجرب الedit هنا ممكن نقوله replace the dragon with a huge bird مثلا هخلي think mode متفاعل زي ما هو ام بي استبدال الدراجون بي huge bird برد ضخم مفيش اي مساس بالتفاصيل الاصبية اللي موجودة في الصورة زي ما احنا شايفين والنتيجة ممتازة حبتدي احط الامر الاخير والامر ده من خلاله بختبره في اشوفه كده هل هو بيدعم الكتابة ولا لأ يعني انا عايزة كده sign sign دي مكتوب عليها mills burgers فعايزة اشوف هل هو فعلا بيدعمها ولا لأ وحبتدي ادوس enter والthink mode حسيبه نتفعل ونشوف النتيجة بالفعل بيدعم الكتابة زي ما احنا شايفين تقدر طبعا تغير الكتابة الموجودة جوا بما ان هو بيدعم الكتابة وبيدعم edit ايضا ممكن اروح اقول له replace the text to maro cafe وحبتدي ادوس enter واشوفه هل فعلا هتغير الكتابة خد بالك الكتابة هنا معمولة بشكل لصيف جدا بنيونز وشايفين النتيجة غير جيدة انا عايزة يغيرهولي لمارو كافي وهو فهم انا فعلت think mode وبالتالي هنا بيقول ان اليوزر اللي هو انا want the text on the sign to change from يغيره من الميلز بيرجر to maro cafe يعني هو فهم انا عايزة ايه ولكن هنا بيقول لي only the text needs to updated وهو عمل update لي بشكل خاطئ زي ما احنا شايفين تعال نجرب حاجة تانية انا هعمل save image as وحبتدي اجرب ان انا اروح كده اعمل new conversation وابتدي ارفع الصورة تاني في محادسة وحدها وابتدي اقول له غير لي the text from الاصلي لي maro cafe اللي انا عايزاه وابتدي ادوس enter واشوف النتيجة هنا حيديه لي عاملة ازاي لا ربما انه هو هنا يدي لي النتيجة بدقة اكتر زي ما شايفين كده هو ما عملش تعديل بشكل صحيح على الصورة الاصلية اللي هو اصلا انتجها فاعتقد انه هو ممكن ينتج الصورة من الاول خالص ويدعم التكست ولكن انه هو يعمل edit على التكست لسه ما وصلش الى هذه الجزئية ولكن احنا ممكن نشيل عنصر ممكن نستبدل عنصر بعنصر لكن استبدال الكلام لسه زي ما انتم شايفين وبكده نكون وصلنا نهاية فيديو فيديو طويل شوية لكن هذا النموذج هيكون مهم جدا لمنشأ المحتوى اللي عايز ينشئ الصور بلا حدود زي ما انتم شايفين احنا بنستخدمه بشكل مجاني بنعمل edit عليه بشكل مجاني فحاول ان انت تستفيد دايما من النماذج المجانية والمفتوحة المصدر اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى كل عام وحضراتكم بخير زي ما قولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء ما تنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته